ألمانيا كنت قلت لكم بأن الموقف الذي نزغر في هذا الموقف للمغرب لكي لا يخرج التوازنات هذا الكلام القانون فارضه فرنسا فرنسا يجب أن تفارض هذا القانون عندما تتغذر دولة أوروبية ما تقول اليوم؟ أنا عندي مجموعة الدول فرنسا أنا عندي مجموعة الدول كل واحد يشد لهم العبار ولم يجب أن نقذ كثير من الآخر وإذا نقذ كثير من الآخر يجب أن نهرسوه ما يصدق الخبار بأنه فرنسا واسبانيا عدلوا مع مضياته ومدكشي أرى أنه كان حتى درم كان هنا بالبارجة الحربية في طنجة وبدون سابق إنذار أهود هنا في طنجة ودخل بالخيل والفارس ودخل السلطان ونعب العزيز وقرموه ودخل في أحد الأبهاء إلى غير ذلك ودخل إلى فرنسا واسبانيا وقال ليون مغرب بلاد مستقل وقال ليون مغرب بلاد مستقل وقال ليون تقاسموا عليه هذا المالك دي ألمانيا وقال ليون ذلك قد ينتمحوا الاتفاقية وفعلا في إحتالوا عليه ذلك الساعات العقلية الألمان ما هي العقلية من باقي الشعوب مثل الفرنسا ودكتور وونو والتحراميات وإذا كان هناك صفقة كبيرة في دولك تتلجأ لك الوسائل وكذلك تجد الفلوس وتسجل وكذلك تقيد وكذلك تجد وزلك الصفقة ضدك وضد المصلحة لديهم جمال ألمان التحرمية تجد الفلوس تجد الفلوس والتعامل منيات الاستعمارات كاملين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اعتدر على بعض التأخير احيانا انتم لا تعرفون الجوب تنجا لذلك الضربات الشم لا تكون قاسية الجوب تنجا صعيب تكون صخوف طواموبيل تخرج بشي وقت ولو غير نص دقيقة كي شويك الريح دي اللي بحار كي يكون بارد جو متقلب الى غير ذلك هالشي اللي اعتننا فاحنا مضطرين هنا فطنجا مضطرين اننا ما كنا اجمع راسك هالشمش قاسحة هالهو بارد هالشي تضرق في هالد ليلة تقدر تضربك في هالبرودات نقص ديك الجيه تضربك شميشة وهي غادة الحمد لله على كل حال فهذه الحلقة ان شاء الله هدي نتكلمو لالعلاقات المغربية الالمانية المانية واحد بلد متميز وغلي غادي نركز عليه دافا العلاقات المغربية الالمانية غير كانت تعرضات لواحد شوية دي اللبس انا نشرح ليكم شنو كان وقع حف من اللي كان ذكا رئيسة الحكومة اللي دازت كانت وحلوقت كانت بدات عكا تخربق وكانت بدات شي كلام كيدور سما في المانيا بانهو المغرب خاصنا منخليوهش يكمل الماسيرات ديالو ميفوت شي في السرعة يعني خاصنا نفرانيوه حفاظا على التوازونات لانهو كان وقع واحد شوية ديالو لبس في السير ديالمانيا او في الناس اللي يحكموه المانيا او للحكومة ديالالمانيا انا كان وقع هذا المشكل وشخصيا انا بيدي كان جاتني ذكت الصرفات ديالالمانيا كان جاتني غريبة باتبار انهو العلاقات المغربية ديالالمانيا فهي رأى علاقات قديمة ومش يغير ومتميزة غير ومش يغير في المجال مثلا ديال العلاقات التاريخية العلاقات السياسية لا رأيها قديمة ومتميزة حتا في تعرف ديال الشعبين على بعضهم بزاف الناس كتتخفايا لهم هاد الامور خصوصا عد الجيل الاخري اللي عنده تحت من عشرين ولكن الاجيال القديمة ناتجة للمشاركة الجنود المغاربة في الحرب العالمية الثانية يعني الأقدار كانت طريفة وغريبة مع أحد الشعبين في لوقت مثلا للجنود المغاربة كانوا ضد ألمانيا النازية إلى غير ذلك في نفس الوقت كانوا يتبادلون التقدير والإحترام ومهروفة هذه بالنسبة للألمانيين الجيش الألماني أخلاص الجيش الألماني أخذها من القيادة دياله الجيش الألماني كانوا أخذها من القيادة دياله التقدير للمغاربة على الخيصل العامة لكي يتميز بها الليلة بغينا نقوله الجنس المغربي والإنسان المغربي يعني كانت واحد مفارقة غريبة وحنا كنا عرفوا الألمان الألمان من أكثر شعوب جديتا وأكثر شعوب حبة للتعرف الآخر والألمان ما كيسمعوا شي بودنيهم كيكتشفوا مباشرة فلذلك تميز الإنسان المغربي يعني أثناء الفترة للحرب العالمية الليلة والثانية أنه الشعب الألماني والقيادة الألمانية كانت ديكس هاي تكتشفت في المغاربة وحل مجموعة الخيصل رغم أنهم كانوا في الصفوف ديال الحلفاء تعفوا إذن عليها قلت أنا بأنه العلاقات المغربية الألمانية رحها متمييزة القضية مثلا شي غير ديال السياسة أو غير ديال الاقتصاد أو غير أولا بعدها كنت أعطيكم التمييز للشعب الألماني في أوروبا الشعب الأصلي العرق الأصلي اللي تفرخوا منه كانت أوروبا الغربية قاعد تفرخوا منه كاملين هو العرق الجرماني العرق الجرماني بسداء من القرن الخامس ميلادي بذكين تنشر في أوروبا العرق الجرماني خرجوا منه مجموعة هذه الفورع الفرع الأكبر هو الجرماني مثلا الألمان الغير كيقولوا ليهم جرماني ألمانيا هي الجرماني يعني كيقولوا أنتم جرمانيين يعني الجرمانيين هم العرق الأصلي وهذا الفورع تفرعوا منه مجموعة هذه الأعرق في أوروبا الويندال هبطوا الاندالوس عليها تسمى الاندالوس الويندال هم الولا كانوا هبطوا والعرف ديك الساعات هم اسمهم الويندال من مورا هم جاءوا القرط الغربيين في شبل الجزيرة الإبيريا القرط الشرقيين في الجهة ديال شرق فرنسا والطاليان وكانوا ديكس والعرق الفرانكس كان حتى البلاد الغال فرنسيس والانجليز كانوا طلعوا البريطانيا في كيندوك الجوزور ثم كين شعب النورمان وكين شعب السويد وحد الشعب آخر ديال النورمان النورمان هي كيتسمى بشعب الشمال ولا شعوب الشمال ولا هدو هم اللي تفركتو على القرى الأوروبية اللي كانوا أقوياء أكثر هم العرق ديال فرانكس فرنسيس سكنوا بلاد الغال بلاد الغال فرنسا شحال هاديرا ماشي كانت تسمى بفرنسا لا كان القوات الغربية كانوا حسلوا بلاد الغال ومن موراهم جا شعب الفرنكس هو اللي حسل بلاد الغال يعني الفرنسي ما كانش يسميها فرنسا والانجليز ومن ذاك النهار من القرى الخامس إلى يومنا هذا دائما كتلقى في تاريخ ديالهم اللي كيحكم عندهم وحد اللازمة ضروري قصة تكون الثلاثة بالفرع اللي هما الكبار دائما كانوا كيتناطحوا بينتهم عدوة تاريخية ما بين الألمان الجرماني الأصليين وما بين الفرنسيين فرنسا الفرنكس بلاد الغال وما بين الإنجليز هاد الثلاثة دائما العدوة ودائما كيتحالفوا ضد بعضهم وفيما كيبغيش واحد من هاد القومية يسيطر على أوروبا الثاني والثالث كيتحالفوا ضده هذا هو التاريخ ديالأوروبا دا مالو غيرتوا تقرأوا التاريخ ديالأوروبا أطلقوا هذا هو التاريخ ديالواحد كيكون هو الأقوى دوليا حتى إلا كان أقوى في أوروبا كيكون أقوى في العالم كيتحالفوا ضده الجوج ضروري بش يهرسوه بش يطيحوه الارض مثلا عندما في الحرب العالمية الاولى كانت حالفة فرنسا مع انكلترا ضد الجرمان ومن التوهم اللي كانت كانت توجه ديك الساعة الهيتلر كانوا كيوجه التوهم الهيتلر وهو انه كيقول لهم هذا كيحاول معارساته احياء الامجات ديال الامبراطورية الجرمانية هادي من الامور اللي كانوا كيحشدو لها اوروبا كاملة كانوا كيعبو اوروبا كاملة ذيك العرقيات وذيك الدول وذيك القوميات وذيك الجزر وذيك الكدار وذيك الروينة كاملة كيقولوا ليهم هذو الالمان باو معارساتهم يحيوا الامبراطورية الجرمانية وبدوا يحكموا فينا هاديك من الاسباب ديال التعبئة ديالقالاشكين ارام ردموها تاريخ ديالحقد تأمور الغدر الخيانة سوء الاخلاق هاتل اردنار اللي كان غادي تقاعد في الحرب العالمية التانية را كانوا ذيك الساعات الانجليز كيقولولو احنا احبابك كيقولولو احنا معاك باش ترجع المسائل ديالك و الامجاد والعرق ديالك و انت الواعر و انت اكاد اول علي نكون هاني وتمو غادي بهم درد بهم درد بهم درد بهم حتى خرج بذيك الحرب ديال بارباروسا هذيك ماشي غير حرب هذيك ملحامة طلع لها شي جول مليون جيش حتى ملي غادي انتطالق هيتلر ديكسات مليت تصل بالحولة فأز عمر اول على زمار رجلة تصل بالانجليز تصل بالانجليز تصل بخندكسات شيرشل شد التاليفون و سكته و كينا على الغضر ماذكورة في نعم اتقدروا تلقامها في كيفاحي من اللي كتبوه هيتلر هيتلر رحمل اللي كتبوه هنا كنبقي الله الشاب كنبقي ديكساتات كيوجد المشروع ديالو باش هو غادي يطلع رئيس و غادي يحرر و غادي يحرر اوروبا ضد اليهود و ضد التحاد السوبياتي و راكاتب هنا يكي يتكلم على البريطانيين كأنهم حلفاء و غادي يحاونون ها وميريكان و الى غير ذلك المهيد هل الثلاثة هلوم بينا تنغال الخيان والغادر والمكر والحقد والسم الى يومنا هذا و قبل الاعراق هو العرق الجرماني اللي محطوث في ألمانيا وهيتلر ديك الدراسات اللي كان دار و ديك الفهامات كان قالوا ديفي اننا احنا احصل الاعراق بالصح و احنا اللي عندنا الحق اننا نحكمه المهم الحق من الباطن ما غادر نحن نعرفه ولكن كيقولوا العلماء المؤرخين و الباحثين كيشهدوا كيقولك بأنه الشعب الألماني عنده بعض الخصائص اللي كيتميز بها كتأهلوا القيادة مشيغر دي الأوروبة القيادات العالم يعني كيقولك بكل موضوعية منها كيقولك بأنه والشعب الألماني شعب جدي شعب جدي والألمان شعب جدي والألمان شعب عبقاري يعني ذيك الجدي اللي فيه وما فيه الشي دك كثرة ديال المزاح والضافر واللهوب وذيك الموجون يعني لخدمشي خدمة كيتقنها وشعب جدي بحل ماشي مثلا ما بيالانجليز او الفرنسيين الفرنسيين عندهم يكون الانسان كيف ماذا ضروري وحد الوهند يخصصها الفوسوق والفجور وعندهم عادي والمغامرات ديال النساء والخيانات وديال يعني مثلا الفرنسيين كيقولون بأنه معروف من ديال الملفيس والموجون والقمار وكذلك بالمكر والخوم وإلى غير ذلك إنما الشعب الألماني معروف بالجدية والفرق ما بين الفرنسيين والإنجليز أنهم فرنسيين معروفين بالفصق والفوجور إلى غير ذلك وحتى في الحضراء بزاف ديال الحويج الإنجليز بايش فيتنهم فيتنهم بالدم بارد والحيلة ودائما كيربحوهم الفرنسيين كيربحوهم بالدم بارد لأن الفرنسيين كيتسرعو يعني وضغياء زمع عايقين الإنجليز اللي كيضربوه على البعد وكيخدموه على الوقت فرنسا يعني قارد قارر قارر هادي مور هادي هادي مور هادي مور هادي وعاد يزيد يعبر على التصطيلة دياله والعالم كله قاعد يتفرجه وعاد يفرجه الإنجليز اللي قدم باردو خذكوه عنده من أزمة الإنجليز مثلا وذلك القصف اللي كان كيدربوهن في الحرب العالمية الثانية هيتلر مثلا الفرنسيين بذلك بزاف ديت تنقاذ هادوك الدربة اللي ولا ركوم شفتوه هيتلر مجموعة هادي الساعة ما كيصبروش وخام هارفهم فيديو القفيو زيادة وهذا الإنجليز لأ الإنجليز صوروه أنه لندن قاعدة تقصف والدم بارد ودوك القاعدة دياله هم تحت الأنفاق وتحت الردمة وتحت ذلك شيء التعليم الصامر الطب الصامر اللي يعرف يدير شيء حاجة ولكيوري هالشيء واحد في القياطان وفي الجوصور في ذلك شيء وكمال المسيرة دياله الشعب الإنجليزي دمبيرد وكانوا القاعدة دياله يتنصحوا أثناء القصف في المدن انجلترا وذلك شيء كانوا القاعدة يقولون للناس دياله قالوا هم يقولوا لهم انهم عاولون دوزوا هنية عشرين وثلاثين عام بنفس طريقة الدولة دياله مجتمع السامر إذن كيف نقول نحن يبقى أنه الشعب الألماني معروف بالجدية الشعب الألماني أحتى من ناحية الأخلاق يعني الأخلاق اللي لا بغينا نقوله الأصل دي لها فطري اللي معروفة عند العادي وبعدي الصيد قول معقول الوافاء بالكلمة وما كنش الملغة ما كنش المزاح يعني في الحسير من الغير إلى غير ذلك هذه معروفة عند الشعب الألماني أكثر هذه المؤهلة هو اللي أعطيته أنه خرجوا منها باقرة علماء وفلاسيفة وخرجوا منه مؤرخين وخرجوا الناس في الفقه الدستوري في ألمانيا وخرجوا في الشيئة في ألمانيا والأغلبية دي لدوار وواد عصر النهضة وما بعد عصر النهضة ألمانية تنعك توقي العربة ما لخرج من ألمانيا الغري في الأمر أن تلك حركة النورانيين خرجت من ألمانيا النورانيين اللي كانت تركزات على استقطاب العقول فائقة الدكاء ألمانيا هتشارى كله خرج من ألمانيا لها المؤامرة اللي كانت اللي دارتها فرنسا مع بريطانيا بالإضافة لولايات المتحدة الأمريكية أنه ضرب ألمانيا يعني كانت من الأهداف دي النورانيين من نار اللي ولي من 1770 من 1770 الأهداف دي النورانيين أنهم أطروا العقول الألمانية وتخلقت تم الحركة النورانية والأهداف دي له هو أول شيء كان هو ضرب ألمانيا والقوة دي الألمانيا باش ما يكونش عندها واحد الصفة دي للريادة رجعوا ده باع حاليا نحن العلاقة دي المغرب بألمانيا اللقاء اللي هو معروف ما بين المغرب و ألمانيا هو الحرب وفاش تلاقوا بانت كمال الأخلاق وحوصل الأخلاق لدي الألمان ولا دي المغاربة لألمان ضدهم وكي أدوا الواجب ديالهم وكي لاحظوا عليهم ما كيقولك شعب مزيلا لعمرها دار واتشارجوا كي يعودوا بهم الألمان الثاني قاعدين كي ياكلوا الدقمن عند المغاربة لأن المغاربة كانوا شاركوا مع الحلافاء وفي نوص لغتبقوا كي يشاهدوا بأنهم من نسم زيانين إلى غير ذلك إذن هذا اللقاء الأولي ألمانيا ديك النار علاج تصيدات في ذلك الموقف حسب رأي ديالي ألمانيا كي قلت لكم أنا يابي أنه اللي كان زرفا في ذلك الموقف ديال أنه خصص كالي المغرب على بش ميخرقش التوازنات هذك الكلام ديك القانون راه فارضة فرنسا فرنسا يلي كانت فارضة هذا القانون فإنما كنت تتخدر شي دولة أوروبية ما كنت تقول اليوم أنا عندي واحد المجموعة ديال الدول فرنسا هذه أنا عندي واحد المجموعة ديال الدول كل واحد يشدد لهم العبار وما خصنا نخليه شي وحد ينقذ كثير من الأخر وإلا ما نقذ كثير من الأخر خصنا نهررسوه وإلا ما نهررسنا شي أرغض يخلقنا المشاكل دباه هذي فرنسا من اللي كان عندها المغرب والجزائر وزيدك تونس وعندها إفريقيا وعندها بوركين أنفاسو وعندها دوك كاملين دائما فرنسا هذه اللهجة اللي كنت كنت تتكلم بها بأنه بحل هذه كوليداتي دارة لهم الصف كل واحد محدد له الحدود دياله وكل واحد ملبساه القيص دياله وبالتالي أنا يمكن خفض على التوازونات فرنسا ألمانيا شدة هذه الغذرة نفسها لأن كنت قلت لكم أن الألمان نراها أكثر جدية حاليا ألمانيا مشات في هذا الموضوع هذا بمجرد ذلك المراكز ديال اللي بحث أحد المراكز بدأك يدرس كي يقولك بدي المغرب بدأك يخشي الدهنة بدأك يدخلي الدهنة عاوثان يا هو دخل هنا هو القيناة يدخل هنا ما هادو ما هادو ما هادو ما هادو نظر بأنه مشوا على ذلك شيء الثقافة اللي كانت دايرة حاليا دا باش نو جبرو حاليا ذلك التوازن اللي كتقول لفرنسا بأننا كنت مديرو مع المغرب والجزائر فاش من توازن مغاش مننا تدك الميزان ديال اللعبار مبيل الجزائر وديالمغرب ما بقاش المغرب قلو سيبتوا ميزان كأخويا الميزان اللي غدي تقددني بيهاني مع الجزائر اللي نعلبوه ميزان ديها أخويا صير الله يربحك بيها دي الله يربحك بيها إذا ما بقنا ميزان اللعبار وألمان يرا قاعدة كتشوف شمين ميزان باقي زائد أنه ألمانيا رعا قاعدة كتشوف بأنه إفريقيا كولات شطفات إذن ألمانيا ضروري ما هذا شي يبقى عند ذلك العبار القديم والدالي اللي يبقى أنه الألمان رعا من بعد موقعت ذيك الأزمة دي الألمانيا فاش قاتلك المغرب خسنا نقل نزيره شوية باش من هنا ألمانيا من بعد مليا المغرب يعني يعطوها الكلام دي لها اللي اللي كيفي اللي كيشرح الأمور ألمانيا الألمان كلهم قلوا لك ونحن مشرحلنا أحد هذا شي حنا سيدي التوعد مشرحل حنا مشينا على ذيك المواطعيات اللي عندنا وذيك توازونات اللي عندنا مكتوبة في الدفاتر ومكتوبة في المسائل حنا هذك شي مشينا عليه حنا مشينا على أساس بأنه التوازنات العالمية إلى شي واحد ملك لها تجارة كي يطلع لك لأخر طلع لك 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 الأخور الألمان مباد تداركو وقالكي إحنا غلطنا لأنه مشينا على أساس توازونات دباء الألمان شنون اللي خلاهم دباء يتشجعوا وباقي غادي خليهم يتشجعوا وطلبوا حوار استراتيجي غادي يبدأ السنة المقبلة كنت قريت عنا معرفة على ش يبدأ السنة المقبلة صراحة يعني كنت يبدأ داباء معنا كل حل إذا الألمان كانوا تزرفو بسبب فرنسا كانت فرض لهم قانون كنت أوروبا كاملة كنت تزيروا المغرب ونزيروا كذا ونزيروا كذا راه لما زيارتوا شي معنا رغان يخلقوا لنا مشكل إذن الألمان يمشون مع القاعدة القاعدة الوهمية العوجة العوجة عوجة عوجة ديال مثلا ما بين المغرب و الجزائر المغرب قالوا عسير توجي جزائر لأ دولة يجي أخر ديال وزونات زائد أنه ألمانيا وإيطاليا وكل أوروبا تتفرج في القوة الحقيقة ديال فرنسا إذن أش من ماشي بحل شحل هادي شحل شحل هادي ركب بقى يتقاب الكذوب ديال فرنسا وديال ماكرونو وغادي ندير وغادي ندير بقى يشوف بأن نوصق وخاوي ديال ساعات إذن هنا يرغم قوموا التحولات من جديد وقوموا التوازنات من جديد هذه معروفة هذه إذن هنا الألمان ولذي ذلك محصد طاليا أنا بدر صراحة أنا بغير نعطي الأهمية الألمانية وأنا نقول لكم علاش ألمانيا شعب سابق في الرياضة سابق في الرياضة تاريخيا ألمانيا سابق في الرياضة تاريخيا الموقف ديال ألمانيا في الحرب العالمية في احتلال المغرب في 1905 دائما ألمانيا وكان ديكس تبقي فيها المالك سميتو في الهم الثاني الموقف ديال وكان دائما إلى جانب المغرب ديال ألمانيا في ديك السنوات قبل هما ديك الساعة كانوا قاعدوا يوجدوا المحرب العالمية اللي هولا قلت لك ألمانيا بأنه تاريخيا دولة وشعب رائد وشعب تاريخي وشعب قديم وشعب عمالي وشعب يحب أن يتعرف وشعب جدي هذه من فيلهم تنرى فيطلوا دخل هنا للطنجة الزيارة دير وغير زيارة فيلهم ثاني إلى تنجة الموقف من الاستعمارين الفرنسي والإسباني فيلهم ثاني راح كان فيتلوا من اللي صق الخبار بأنه فرنسا وإسبانيا عدلوا مع بعضيات ومدكشي راح كان حتى درم ما معنى درم كان دايز هنا بالبارجة الحربية ديال في تنجة وبدون سابق إنذار أهود هنا وطنجة ودخل بالخيل دياله بالفارس دياله دخل وستقبلوا السلطان ونعب العزيز وكرموه ودخل في واحد الأبهاء إلى غير ذلك فرنسا وإسبانيا قال لي هم مغرب بلاد مستقل جاب كم قاعد تقاسموا عليه هذا المالك ديال ألمانيا المالك ديال ألمانيا وقال لي هم داب غد ينتم حين ديال الاتفاقية وفعلا احتالوا عليه ديال الساعات فرنسا وإسبانيا قالوا العرش شنو كين حن ينسي في 1900 وفي 1906 قرار وزروا بأنه المغرب مستقل بالخلعة فرنسا وإسبانيا بالخلعة من فيلهند الثاني راكانزار جاء في 31 مارس 1905 بذيك الخلعة والعالم كله تزلزل وداروا اجتماع وقعدوا من فدع والتاني لجؤ الحيلان بعد تحرميات الخداع إلى غير ذلك هذي ألمانيا ثم كيف قلت لكم أنا شعب يعني جدي ما فيش ذلك تحرميات ديال الاستعمارات كاملين أنه كيف قلت لكم أنا شعب يعني جدي ما فيش ذلك تحرميات ديال الاستعمارات كاملين وحتوي لك أنفاكل واستعمار هو إحسنهم يعني ذلك السم اللي كيد دار في المعاملات لنفرض درما ما يولي استعمار تشي واحد جدا ولكن في المعاملات التجارية مع العالم العقلية ديال العقلية ديال الألمان ما هي العقلية ديال باقي الشعوب بحل فرنسا ودكتور ديال وده ديال التحرميات وإلا كنا شي صافقة كبيرة بشي دولة كتلجأ لديك الوسائل ديال الفلوس وتسجل ولا الفلوس وتزاز ولا الفلوس وتقيد وهذا باش تدوز لك الصفقة ضدك وضد المصلحة ديالك عندهم جمال ألمان التحرمية فرنسا عندهم الإنجليز هذو شد تجاو ببعده في المعاملات الاقتصاد في المعاملات التجارية والألمان يعني أحسن زائد ألمانيا ممكن استخدموه لأن أخذوا التجاريبة في المجالات اللي يهملهم الاقتصاد العالمي لأن كيف تعرفوا أن ألمانيا من مور الحرب العالمية التانية ركنوا منعوها من صلحة ومنعوها بزر الحويج لأن الميزانية التي كانت مخصصة للتسلح وحرموها عليها قلبت هذه المجالات آخرى منها المجال التعليم منها المجال البحث العلمي منها المجال البحث في البيئة الألمان للمن عدوا من ريادة في البيئة ألمانيا ومجالات عديدة نتمنى الإخوان والأخوات نكون أعطيتكم بعض الأفكار دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته